بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته مع سلسلة أحكام المسبوق عنوان هذه الحلقة هذه السبب ديال الاختلاف ديال المذاهب في الحالة ديال المسبوق علاش مكان كلهم شو شي واحد دبا لما عنده لا فقه لا يدك لأخل ليك سيقول لك اودي القرآن واحد والقرآن ديالنا واحدة والله ديالنا واحد والرسول ديالنا صلى الله عليه وسلم واحد لاش هد الاختلاف هدو هنا غدينبينوه باش نبسطو ولكن احنا غدينمشي وغير مع واحدة الرأي واحد غير ترك وحدة ها الطرق اللي غدينمشيوليها باش مبقاش مضرين السبب ديال الاختلاف ديال المذاهب حول المسبوق راجع الاختلاف ديال الروايات ديال الحالة تراصل صلى الله قصد ذلك وقصده فيه حكمة والحكمة هو وضع الشيء في موضعه توسعة للأمة وعادة ما تحجيرين لها حيت جاء بعض الأحاديث فيها الإتمام وبعض الأحاديث فيها القضاء نجي ونشوفوا الأحاديث اللي وردت فيها تقول لك رسول الله سلام الإتمام معنى الإتمام حيت تجد درك المسبوق مع الإيمان هذا الشيء اللي جيتين تالي هو اللوول ديالك مثلا يهمك شو حالهم لاحقين لا انت بديتي للأول وتبدأ تحسب باش تكمل بحالات مثلا حيث يكون عندنا دبا الصرف كين اللي تيعطيك الصرف ها هو مجموع كين اللي تيكمل ليك مثلا واحد الحاجة شيء يتيب مئتين وستين ريال الشيء اللي تقول لك هاربعين باش غاديكمل ليك الف ريال تقول لك هاربعين ها سبعمية شن سيديلك هنايا كم من ليك هذا دلك الاداء واحد شن دلك لا هو در القاضاء فهنايا هذا هو الاختلاف واحد أتم الإتمام أن تجعل ما أدركته مع الإيمان هو اللوول ديالك وجاءوا هنا يا أحاديث شافوها وعنده مصارحة ومشوا معاها من هالحاديث اللي فيه الإتمام من الحاديث اللي رواه البخاري ومسلم صحيحين دياله أن الرسول عليه السلام قال فما أدركتم فاصلوا وما فاتكم فأتموا فالإتمام تيقتضي يكون دك الشيء اللي يدركوا المسبوق هو اللوول ديال الصلاة دياله إلا سلم الإيمان تيتم هو دك الشيء اللي كان نقصه عندنا الأحاديث ديال القضاء أي عود الدمالي اللي مشوا مع القضاء محال للحاديث اللي هو أن الإيمام أحمد في المسناد دياله أن الرسول عليه السلام قال وما فاتكم فاقضوا ها هو حاديث وعود كأن حاديث أخر فيه القضاء بنسبة لما رواه الإيمام المسلم في الصحيح دياله أن الرسول عليه السلام قال صلي ما أدركت وقضي وقضي ما سبقها كمعنى صلي ما أدركت صلي ما أدركت اعتبروا هم فرق عن ربعة اعتبرها حتى أنت فرق عن ربعة حيث غاديث يسلموا غاديث له تقضي والقضاء يقتضي أن يكون ذاك الشيء اللي يدركوا له مسبوق مع الإيمام والأخر ديال الصلاة دياله فيلا سلم الإيمام تيقضي ذاك الشيء اللي فاتو تيقضيه كيما فاتو تيجي حطو قدامه فمن ثم اختلف العلماء في ذلك عندنا مولين الأحاديث ديال الأداء والقضاء اللي هماشنال إيمام مالك رحمه الله اللي ذهبوا مذهبا الجمعي ما بين هذه الأحاديث كلها وهذا فقه عالي أن تجمع ولا تبطل حديثا من هذه الأحاديث لأن اللي شدادة يبطل أخر اللي شدادة يبطل أخر هذا جمع هذه الأحاديث كلها فجعل الأداء في الأفعال والأفعال المرد بها هي هذه الحركات مع الله أكبر سمع الله وليم الحميد دعاء القنز هذا هو يعني أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء بهك تتبيل لنا أن بعض العلماء خدوا بالرواية ديال فقدوا والبعض ديال العلماء خدوا بالرواية ديال فأتموا وبعض العلماء جمعوا منهم الإمام مالك رحمه الله ما بين الروايتين وحمل الإتمام على الأفعال والقضاء على الأقوال واللي عملوا بالرواية ديال فأتموا رفسروا دك الأحاديث اللي فيها فقدوا قال ليك فقدوا أي أتموا لأن من معاني شوف اللغة العربية من معاني القضاء في اللغة الإتيان بالفعل وإتمامه وبهذا تتفق الروايتين في الأمر بالإتمام وخم اختلفة في اللغة الخلاصة احنا اللي يخص نشدو باش ما نبقاش موضرين احنا غيت نبيينو هاد المسائل هاد المسألة هاد كما هو ظاهير من المسائل اللي جي هادية لندائش باش نكروا فيها عن المخالف والأدلة في المسألة محتملة سيقول بنو عبدالبر رحمه الله والحجاج متساوية لكل المذهبين دي الموالي للقضاء ودي الموالي للآذاء من جهة الآثار والنظر وكل مسلم في هذه المسألة هذه وما شبهها هذا بنو عبدالبر بقي تتكلم رحمة الله عليه وما شبه يفعل ما ظهر له أنه الأقرب للسنة إن كان أهلا للنظر في الأدلة قرار وتخصص كل شيء أما إلا كان عامي فإنه يتبع ما أفتاه به من يثق بدينه وعلمه وهنايا نجي واحدة إشارة ديالشي واحدة يجي يسولك وحيث تجيبه تقول لك أعطني الدليل هل حيث تمشير عن طبيب ويقول لك ديالهد 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 ويقول عندي الدليل واش أنت قريسي الطيب غالي تفهم شنو هو علاش أعطاك هادو هادوك تخصوص دياله أنت من الليدر تفهمي التقام وشيتي اللي عنده خصيك تشد عنده لا تحتاجوا إلى الدليل لأن الدليل عنده هو هو وإلا فهمتي الدليل بمعنى راك أنت وليسي فاقير فأنت تبغي تغير شوف حلال حرام أشنو هو أما حيث تقول عندي الدليل معنى رما كان أشتقي تيقاف العلماء وتخصني عندك يكون شيء مبتدع ويمشي يضللني تقول لي أعطني الدليل فلهذا ألا احنا بالنسبة لهذا المسألة هادوه غاليتمشي في من تثق بدينه وعلمه أو يتبع إمام مذهبه إن كان متبعا لأحد المداهب الفقهية أو يتبع ما عليه علماء بلده هكا تقول لك مثلا بالنسبة للإنسان اللي يجاد خل نهار الجمعة والإمام قلس في المنبر واش غاد ينوضي دير تحيات المسجيد ولا يقلس فهنا يا كين هاد الرأي وكين هاد الرأي ايو شنو غاد ينوضي قل لك حيثة تنشي تدخل لدك الجامع وتتصيب الناس واحد راه واقف تيصلي تحيات المسجيد واحد قلس رأس يديروها وما كين اللي غاد ينكر عليهم فتت دير تحيات المسجيد إلا جي تصبتي كل شي قلس بحل واحد المسجيد عندنا ناس ميته مسجيد الزيتونة والإمام تيقول لي اه قلس يا قلس قلس وخفوص الخطباء تيوقف الخطباء تيقول لي قلس علاش لأنه هو تيعمل بالمذهب الإمام مالك وتيقول لي هادك فتنة تيفتن عباد الله فليهذا دك شي تتمشي على ما عليه أهل البلادي باش ما تديرش فتنة وخي كل كلام ديالك والراجح والأدلة هي الراجحة والكلام ديال الآخر إذ كنت متبع لأحد المدايب الفقهية أو تتبع مع عليه علماء البلادي ومذهب الإمام مالك رحمه الله هو المذهب المشهور عندنا في المغرب وعليه غد نوردحنا يا الحالة ديال المسبوخ في صنوات الخمس نسأل الله أن يوفق قدر ما فيه الخير والسلام عليكم ورحمة الله